ذكرى تحرير سينا الحقيقة انو الذكرى لها معاني مهمة جدا يعني ومعاني مؤسرة انا فاكر طبعا مع اني كنت طفش صغير جدا يعني بس اجواء الاحتفالات احنا زمان ما كانش فيه يوتيوب قاعد يشغلك 24 ساعة ولا تيك توك ولا العاب جيمز ولا حاجات زي كده فكانت اي حاجة صغيرة تحصل تثير اهتمام الجميع فحدث زي كده واهتمام الدولة دي اعتقد بعد موت او بعد مقتل الرئيس السادات سنة واحد وتمانين تم استكمال تحرير سينا 25 ابريل سنة 82 اعتقد فالواحد فاكرة كويس جدا يعني والافراح والاحساس عودة الارض احساس مصري خالص يعني احنا كمصريين عندنا موروثات احنا شعب جنائزي جنائزي بتاع موته جنائز وكده وحتى الموروث الفراعوني كله يعني الفراعنة كل الاهرامات والحاجات دي هي عبارة عن مقابر وجنائز عشان فكرة البعث القادمة يعني فاحنا شعب جنائزي يعني وفيه جرعة فيه جرعة ميكس ما بين انه شعب نيكا دي وجنائزي وكده وبين انه شعب يعني فرفوش وبيحب الدحك وده مخفيف كذلك احنا شعب عندنا من ضمن الموروثات فكرة قدسية الارض قدسية الارض اللي بيبيع ارضه عندنا كأنه ارتكب جي على فكرة يعني في بلدان كثيرة وفي دول كثيرة وبعضوها عربي وبعضوها اسلامي حاجة عادية جدا انك تبيع يعني مش تبيع وطنة كان انك تبيع الارض احنا عندنا في فلاحيين مثلا بيع الارض مجردك بيعت ارضك عايب لا كانت وكأنها يعني عار عظيم كان بيقول مش عارف مين باع ارضه اسمه ايه اغنية بتتغنى او عوات باع ارضه بتقناها ايهانة بتقناها جريمة فاحنا عندناك فكرة الارض دي فكرة قدسية جدا فما بقى لك بقى اذا كانت الارض دي مش بتتبع من فلاح لفلاح كما ممكن الفلاح يباع ارض لاخوه ومع ذلك يتغنى الاغنية بتاعت عوات باع ارضه باع ارضه مارتكبش جريمة ولا حاجة بس باع ارضه فما بقى لك بقى اذا كانت هذي الارض تحت هذي المحتلل فالحقيقة احنا عندنا قدسية في في موضوع الارض ده فكان عودة سينا اه يوم مجيد في تاريخ مصر نهاردة السيسي طلع كالعادة في هذي الذكره يتحدث اه اه طبعا موضوع اه اه عيد العمال وموضوع في في مناسبات كده بيطلع يتكلم ال اوتوكيو وانا شغل احتجوا اوتوكيو ده اللي هي بتبقى الشاشة قدامه بيقرأ منها ما بيرتجلش طالما ما بيرتجلش تبقى الدنيا لطيفة وكويسة اه كلمة مكتوبة بيلتزم بيها وده طبعا بتبقى مترجعة من خمسمائة حد يعني فبتبقى الكلام مزبوط لكن خلونا نشوف السيسي تحدث النهاردة عن ايه? واهم ما تحدث بيه الحقيقة النهاردة هو هذا الموقف عن الموقف المصري عن عدم القبول بتهجير الفلسطينيين باعتباره خطر على الامد القوم خلونا نسمع على ايه؟ تطورات التي شهدها الاقليم خلال الشهور الماضية والحرب الاسرائيلية على قطاع غزة والموقف المصر الواضح منذ اللحظة الاولى الرافض تماما لايه تهجير للفلسطينيين من اراضيهم الى سيناء او الى اي مكان اخر حفاظا على القضية الفلسطينية من التصفية وحماية لامن مصر القومي ما اعتقدش انه فيه حد ممكن يزايد على الموقف بتاعنا من فكرة موقفنا من النظام وخلافنا معه بالتاكيد الكلام ده كلام جيد جدا بس للأسف الشديد افلح ان صدق هذا الكلام موقف جيد يعني لو احنا بنتكلم على انه مفيش فيه منورة سياسية وانه موقف ظاهره كباطنه يبقى موقف موقف جيد انا بوضحه عشان بس الامور تبقى يعني ايه لا تحتمل وجهات النظر الموقف ده الكلام اللي بيقوله السيسي ده لو كلام مفيش منورة سياسية وباطنه كظاهره يبقى كلام كويس لكن كيف امنوا لك وهذا اثر فأسك في رأسي منبالح بس وسائل العالمية والعبرية تحدست عن وجود قيادات اسرائيلية وقيادات اسرائيلة من العرب ثقيل مش قيادات اسرائيلة بس ده رئيس الشباك ورئيس الاركاد يعني مش مثلا بعتين ضابط ده بعتين قيادات اسرائيلية عسكرية كبيرة قدام حضراتكم الموقع ولا العبري وموقع اكسس العالمي لاتنين رئيس اركان الجيش الاسرائيلي والشباك مع رئيس المخابرات المصرية ورئيس الاركان المصرية يعني لقاء على مستوى عالي جدا يعني دولا من اعلى القيادات العسكرية في اسرائيل واعلى القيادات العسكرية في مصر رئيس الاركاة ورئيس المخابرات. بينقشوا اكتياح رفح. فكيف اأمن لمثل هذا الكلام يعني. يعني كيف اأمن لمثل هذا الكلام. نهاردة طلع في اللي انتم اسمعتوه موجز الاخبار اللي طلعه والموجز ملخص الاخبار اللي طلعه في البعد المقدمة. انه مصري بتقول انها بتعمل اللقاءات دي عشان تتفادى التصعيد. الحقيقة طبعا ان الامر فيه كلام كتير جدا. جدا. وفي الاخر في الاخر يا جماعة ستنكشف الامور. هو بس اللي بيديقك ان احنا وصلنا لمستوى من البجاحة ما كانش موجود يعني الواحد هو في فترات راعان شبابه كده كانت الناس بتتكسف على دمها. ما كانش فيه بجاحة دي الوقت. دي الوقت البجاحة عينة عينك. تجد من يبرر افعال الخيانة. تجد من يبرر افعال الخيانة. وتجد من يبرر افعال هي بقى لغة الضرر بالامن القوم المصري. فهنشوف ربنا سبحانه وتعالى اولا يعصم اهلنا في غزة وفي رفح لان الصهاينة بيضغطوا بشدة في موضوع رفح عشان حماس تجيب وارو.